كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس نواب البحريني أحمد بن سلمان مسلم والوفد المرافق له وأكد رئيس مجلس الشيوخ على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين لافتاً إلى أهمية دور البرلمان في كل البلدين لدعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات للوصول بها إلى أفاق أوسع وهو ما يحقق مصلحة الشعبين في ظل حرص القيادتين السياسيتين في كل من مصر والبحرين على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة في تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية من جانبه أشاد رئيس مجلس نواب البحريني على دور مصر التاريخي في دعم قضايا أشقائها وأمتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية